الحقيقة عايزة اقول حاجة الاول البني ادم احيانا بيلبس حسب المود اللي جواه انت فرحان فبتلبس الوان مبهجة متضايق بتلبس اسود فيه ناس بلبس اسود انها بتحب الاسود انا النهاردة انا بحب الاسود بس انا النهاردة لابسة اسود الحقيقة من كم الحزن والنكد اللي في قلبي خلوها نبدأ الحلقة الاول عشان عندي لكم النهاردة حقيقة اخبار كتير ومعلومات كثيرة ومفاجآت الحقيقة كثيرة جدا بصوا الجاردين الاول النهاردة قالت انه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو ابرس قادة العرب بسبب موقفه من الحرب في غزة والحقيقة انه سيادة الرئيس هو فخر الحقيقي لكل المصريين والعالم كله الحقيقة بيحارب والرئيس السيسي بيحارب بقى هو زي محمد صلاح كده في السر وهو مش كل حاجة معلنة ومش كل حاجة بتتقال تعاود يرجع للجاردين لما الجاردين يا جماعة تقول في تحليل لها انه مصر بتقوم بمجهود كبير لوقف ما يحدث في فلسطين او في الاراضي الفلسطينية ده الحقيقة هذا الاعتراف وهذا الخبر وهذه الجاردين او المجلة ده فخر البلدنا وفخر المصريين ويخلينا نفخر برئيسنا ويحسب لمصر الجاردين الجاردين ما بيشكرهش في عد ابدا وعلى فكرة الجاردين دي بقى على عينها وعين رئيس تحريرها انهم يشيدوا باي حاجة على مصر لانهم على طول بيهجموا مصر فلما الجاردين تقول كده فده الحقيقة يدعونا ان احنا نفخر لبلدنا وقلتلكم يحسب لمصر قالت كمان الجاردين ان الرئيس السيسي من ابرز قادة العرب اللي حفروا واللي حذروا من حرب الاحتلال هقولها تاني الجاردين قالت انه سيادة الرئيس السيسي حذر من حرب الاحتلال وقالت كمان انه المرجح انه الرئيس الامريكي بايدن يسمع نفس الشيء لما يلتقي بالرئيس السيسي وملك الاردن والرئيس الفلسطيني غدا واحنا هنا في مصر وكل المصريين بيطلبوا بضرورة حماية المدنيين احموا المدنيين احموا الابرياء اللي في غزة اوقفوا الحرب ويحسب كمان للرئيس السيسي بصراحة في موقفه الحاسم قدام المجتمع الدولي وحكومة نتانياهو وسيادة الرئيس حذر على فكرة قبل كده كتير من اللي احنا شايفينه بيحصل النهاردة اللي هو ايه بقى اللي حذر منه سيادة الرئيس اللي هو تراكم الغضب وتراكم الكراهية في نفوس وقلوب اخوانا الشعب الفلسطيني اللي بقالوا اكتر من اربعين سنة عايش في حروب غير متكافأة هم الصهينة بالسلاح واهل فلسطين بالحجارة هو ده عدل هو ده عدل يا جماعة والابادة ايه قهر ده وايه الظلم ده اربعين سنة كل فلسطيني هتلاقي له فقط اخ اخت ابن ابنة اب اب ام زوجة ده لو ما كانش اسرته كلها وده كان توقع الرئيس السيسي دايما قلتلكم عنده استباقية وبحنكته توقع ذلك وده كان متوقع